الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين لكل لمحة ونفس عدد ما وسعو علم الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عجوبنا فاللغنا مما يرضيك آملنا وفقنا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم بارك لنا في أسمعينا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأبائنا وأمهاتنا وأقربائنا ومشايخنا وآل بيت نبينا وحفاظ كتاب ربنا وذرياتهم وسائر المسلمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم كفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير وغفرانك ربنا وإليك المصير اللهم يا حي يا قيوم نسألك برحمتك أن تحسن خواتمنا وخواتم المسلمين وأن تدخلنا في كل الأمور المدخل صدق وأن تخرجنا من كل الأمور المخرجة صدق وأن تجعل لنا من لدنك سلطان النصير وصلي وسلم وأبارك على سيدنا محمد وعلى آله أما بعد نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيبوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب القرية بشجاع بفقه السادة الشفعية رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين ومازلنا في كتاب كتاب أحكام الفرائض والوصايا واليوم نتكلم على فصل في عدد الفروض وبيانها وبيان أصحابها وما يتعلق بذلك يقول والفروض المقدرة وفي بعض النسخ والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة لا يزاد عليها ولا ينقص منها إلا لعارض كالعول ونشرح يعني العول والستة هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث وقد يعبر الفرضيون عن ذلك بعبارة مختصرة وهي الربع والثلث وضعف كل ونصف كل ويريح نفس الربع وهي وهي الربع والثلث وضعف كل ضعف الربع يبقى النصف ونصف كل ونصف يبقى السمن وبعدين الثلث ضعف الثلثان ونصف السدس يبقى كده جاب كله يعني قال ايه الربع والثلث وضعف كل ونصف كل يبقى سهلة فالنصف فرده خمسة خمس اصناف يبقى ايه هم ليهم النصف بظروف معينة البنت طبعا البنت اذا انفردت لها النصف يوصيكم الله في اولادكم للذكر من سحض النسائين فان كنا نساء فوق اسنتين فلهم ثلثة ما تركوا وان كانت واحدة فلها النصف يبقى هنا النصف يبقى البنت وبنت الابن افرد هو ترك بنت ابن ابن مدفح الحياة وسعب له بايه حفيته لين تاخد النصف اذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها لازم تبقى منفردة لان لو في ذكر حيتغير والتالت والاخت من الاب والام اللي الاخت الشقيقة نحن عائلين في الكلالة يوصيكم الله في الكلالة ويسألونك عن الكلالة في اخر سورة فان كانت واحدة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السلس دي ايه دي في الاخوة لام انما الاخوة لاب يفتيكم الله في الكلالة كده برد ان امرؤ هلك وليس له ولد وله اخت فلها نصف ماتر دي اللي هي اخر اية في سورة النساء والموريس كلها ثلاث ايات اية احداشر واية اتناشر واخر اية ثلاث النساء يبقى الاخت الشقيقة طب ما فيش اخت شقيقة يبقى الاخت لاب تاخد النساء واخد بالك يبقى يبقى دي كل دي والاخت من الاب والام اللي هي الشقيقة والاخت من الاب اذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبه وخمس واحد والزوج اذا لم يكن معه ولد لو ماتت امرأة زوجة وليس لها ابناء ولا احفاد زوجها يارس النص يبقى دي يبقى احنا عندنا خمس اصنافه وبياخدوا النص عندنا الابن البنت اذا انفردت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب طبعا اذا انفردوا من ايه من ذكر يعصبهم والزوج اذا لم يكن معه ولد ذكرا كان وانس وما يكونش معه كمان ولا ولد ابن والربع فرضه اثنين بس الربع ياخده اثنين بس الزوج مع الولد او ولد الابن المرأة المرأة الزوجة لو ماتت وسيبقى ابناء او احباد الزوج ياخد الربع مستيبى حد الزوج ياخد النص يبقى الربع نصيب الزوج لو كان معه اولاد او احباد من الزوجة سواء كان الولد منه او من غيره ممكن يبقى الابناء دول ابناء الزوجة من رجل قبله ما يدورش مهم لها ابناء وخلاص تطيب الابناء منه يعني ممكن من زوجه قبله وهو اي الربع فرض الزوجة ايضا والربع فرض الزوجة والزوجتين والزوجات مع عدم الولد او ولد الابن واحد متزوج زوجة ولم ينجب ومات الزوجة تاخد الربع هذا برضو خلا ما ما عندوش اولاد لا منها ولا من قبلها ولا من غيرها يبقى الزوجة هنا تاخد الربع طب متعددين سايب زوجتين ياخدوا الربع منصف طب سايب ثلاث زوجات ياخدوا الربع برضو ايه مسالثة طب سايب اربع زوجات ياخدوا الربع برضو مرابعة بالتساوي يعني واضح؟ وهو اي الربع يبقى والربع فرضو اثنين الزوج مع الولد او ولد الابن سواء كان الولد منه او من غيره وهو اي الربع فرض الزوجة والزوجتين والزوجات مع عدم الولد او ولد الابن والافصح في الزوجة حرص في التاء يعني نقول زوج لكن هنا في تملك باب المواريس يقولك زوجة ويحط التاء ليه عشان لازالة اي لبس ولكن اثبتها في الفرائض حسن للتمييز والثمن فرض الزوجة والزوجتين والزوجات الزوجات خاص بالزوجات بس يبقى لو الرجل له اولاد الزوجة تاخد الزمن طب اثنين يتنصف الزمن ثلاثة يتسلسو الزمن اربعة يتربع الزمن الزمن على اربعة والزوجات مع الولد او ولد الابن ويشتركنا كلهن في الزمن كفاية كده احنا لو قدرنا نخلص لحد هنا النهاردة يبقى كويس هنشوف كلام الشيخ البيبوري على الموضوع فصل في عدد الفروض وبيانها وبيان اصحابها وما يتعلق بذلك ولفظ فصل ساقط من بعض النصر قول والفروض المقدرة اعترد على ذكر المقدرة بعد الفروض بان فيه تكرار لان معنى الفروض هو المقدرة برد فكأنه قال والمقدرة المقدرة واجيب بان المراد بالفروض الانصباء فكأنه قال والانصباء المقدرة واما على النسخة التي فيها المذكورة والفروض المذكورة احسن من النسخة المكتوب الفروض المقدرة في نسخة مكتوبة الفروض المذكورة في كتاب الله احسن عشان نبر عن الاعتراد واما على النسخة التي فيها المذكورة فالاعتراد وهي التي أشار إليه الشرح بقوله وفي بعض النسخ والفرود المذكورة وقوله في كتاب الله أي القرآن العزيز وإنما قيد بقوله المذكورة في كتاب الله لألا يرد عليه سلث الباقي في مسائل الجد والإخوة حيث كان معه ذو فرد وزادت الإخوة على مثليه كأم وجد وخمسة إخوة وأصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر وقيل من ثمانية عشر تأصيلا لأن فيها سدوسا وثلث الباقي للأم ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة ولكل أخ اثنان من العشر الباقية لأنه من قبيل الاجتهاد المسألة دي مسألة للجد اكتبها لك بس عشان تفهمها أولا احنا مراس الجد حيجي لوحده لكن حقولولك باختصار الجد لأب هو اللي بيرس مش الجد لأم والجد لأب بيرس تعصيبا إذا انفرد يعني ياخد كل التاريخ لو ما كانش مع حد طيب ولو معه إخوة يورس مع الإخوة ما يحجبهمش لكن الأب يحجب الإخوة لكن الجد ما يحجبش الإخوة يورس مع الإخوة يكون له السدس الكل سدس الكل أو سلس الباقي أيهما أحظى له يعني ندي له الباقي بعد الفرائد يعني ندي له سدس كل الأرث سدس ويخرج وندي للإخوة الباقي يتقسم عليهم أو ندي له سلس الباقي سلس الباقي أيهما أكبر له أحظى لا يعني أكبر كويس فهنا عايز يقول لك إن مسألة الجد دي مسألة اجتهادية ما ذكرتش في القرآن على شكل كنا مش هتدخل في المسألة فندي لك مثالها وتقسمتها إزاي هما بيحسبوها فبيقول مثلا هنا واحد مات وسائب أم وسائب جد وسائب خمس إخوة إخوة ذكور يعني كويس الأم طالما فيه إخوة تاخد السلس على طول طالما فيه إخوة الأم تاخد السلس والجد سيأخد سلس الباقي سلس الباقي الباقي بعد السلس ده والإخوة يأخدوا الباقي طالما المسألة فيها سلس وتلت يبقى تخلي أصل المسألة من 18 عشان نقيها أسهل لنا يعني عشان نقسم لأن تدرب 3 في 6 تطلع الـ 18 على فور طيب الـ 18 تبقى لهم تاخد 3 من الـ 18 كده برضو هيتبقى من الـ 18 إيه 15 الجد يأخد سلس الباقي تلت الـ 15 كام يبقى الجد يأخد 5 يتبقى لي 10 من الـ 18 ودول 5 إخوه يبقى كل أخ يأخد 2 سهمت المسألة سهلة فهي دي اللي بيشرحها لك الشيخ عايز بقى يقول لك إن برضو في مسألة اسمها الغروتين أو الغمرية اللي وقفت فيها سيدنا عمر بن الخطاب دي احنا عرفناها خلاص يمسح بها على إن لو ودينا بلو ستس الكل حيطلع أهل ما احنا دينا له الأحضر لا إنه هو حيحل محل الأب أصل الأب بيأخد كده بيأخد 3 مش الأب بيأخد السلس واخد بالك بيأخد أصل هو دي ما بي ما بيمسحش لا يبقى عايز حاجة زي ما بلو لا مش مشكلة يا إما ده بقى إيه ما بيتمسحش لا مش بتاع صبوره طيب هنيجي المسألة اللي أكل العمرية أب مات وصيب أب وأم وزوج زوجة كويس أو زوج يعني يا زوجة ماتت وصيبت أب وأم وزوج يا زوج مات وصيب أب وأم وزوج بقيمت المسألة يعني واحد في دول مات نمشي على إيه على الزوج الأول تبقى سهلة الأب الأب بيأخد نحن نبتدي ناخد الأم الأول الأم الزوجة أصحاب الفرود لو الزوج مات الزوجة هتأخد الربع خلاص والأم ثلث الباقي صح؟ ثلث الباقي لأن لو خلناها الزوجة بعد الربع هيبقى نصيب الأب قليل هيبقى أقل من ضعب فعلشان كده سيدنا عمر قال نديها ثلث الباقي نديها ثلث الباقي والأب والأب حياخد الباقي بقى يبقى احنا عندنا المسألة هنا هتبقى الأسهل فيها إن احنا نحسبها عندنا أربعة وثلاثة احنا لو خلناها على فكرة من من أربعة تبقى سهلة لا من أربعة شوف اعمل كده الزوجة تأخد واحد والباقي تلاتة الأب يأخد اتنين والأم تأخد ايه؟ واحد تبقى من أربعة لو خلناها على فكرة من من اتناشر هتبدأ تختصر في الآخة لها برضو واحد واحد اتنين هتوصل لنفس النتيجة يعني لو كان هو سايب أربع أربع أراريت الزوجة هتأخد الربع يبقى ايه رات واحد من الأربع يتبقى لنا الأم بتأخد تلت الباقي الباقي تلت أراريت من الأربع يبقى الأم تأخد ايه رات الباقي يبقى ايه راتين يبقى هنا للذكر مستحظة المنسائين يمتني برضو ازاي؟ يبقى الأب يأخد دعفة طيب نيجي نحل لها بقى لو كان الزوجة هو اللي عايش والزوجة هي اللي ماتت الزوجة لو ماتت ومستحيب أبنائي بقى الزوجة يأخد نص صح؟ لأنه ملاش أبناء والأم هتأخد ثلث الباقي مش كده برضو يبقى عندنا هنا اتنين في تلاتة نخلي أصل المسألة ستة تبقى سهلة لو أصل المسألة ستة يبقى الزوج يأخد تلاتة من ست ويس وحيتبقى لنا ايه؟ هيتبقى لنا تلاتة يبقى العب هيأخد اتنين والأم تأخد واحد يبقى كده بقيت سهلة دي المسألة جسمع المسألة العمرية اللي هو بيقول عليها هنا بقى إيه؟ لأنه قفت فيها سيدنا عمر يحد معك كتاب عشان يقرر لي الحتة دي وانا واقف يعني تاب خلاص على أي حال نأرىها لك وبيقول هنا وإنما قيد بقوله المذكورة في كتاب الله لألا يرد عليه ثلث الباقي في مسائل الجد والإخوة حيث كان معه ذو فرد وزادت الإخوة على مثليه كأم وجد زادت الإخوة على مثليه علشان ما تاخدش لو زادت على مثليه با هو حيبقى نصيبه أقل أقل من الثلث وأقل من الثلث لما تخصم أصحاب الفروض علشان كده لازم نديله الأول كأم وجد وخمسة إخوة أصلها من ستة اللي هي هنا أصلها من ستة اللي هي ثلاثة لأن الستة تنفع مع الثلاثة برضا لكن إحنا عشان نقسم الخمسة إخوة خليناها نديها نقسمها على تقسيمة أكتر فنروح ضربين عشان تبقى من تمنترشة ده إن انت لو خليتها من ستة ودينا للأم واحد ودينا للجد اتنين يبقى عندنا بقى لنا تلاتة تلاتة نستمهم على خمسة ستبقى صعبة ستبقى فيها كسور لكن إذا ما نخلي تمنتاشر أصلها تمنتاشر يبقى كل أخ هياخد اتنين وخلاص ستبقى سهلة يعني لشكينا هنخلي الأصل على تمنتاشر بدلا ما نخليها على ستة عشان ما يحصلش كسر مع الأخو وأصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر ليه تصح من ثمانية عشر يعني بلا كسر هي أصلها من ستة لكن ستبقى فيه كسر وعشان نجبر الكسر ده نصححه نخليها تمنتاشر هذه معنى وتصح من ثمانية عشر حتى لا يكون هناك كسر في نصيب الأخو وقيل من ثمانية عشر تأصيلا وبعد العلم قال لك خليها من تمنتاشر من الأول لأن فيها ثلثا وثلث الباقي للأم ثلاثة وللجد ثلث الباقي اللي هو خمسة الأم حتى بها ثلاثة والجد خمسة ولكل أخ اثنان من العشرة الباقية لأنه من قبيل الاكتهاد فعلى شاء كده قال لك دي مش هتخش لأنه أي الفرود اللي فيه كتاب الله فدي من قبيل الاكتهاد ومثله ثلث ما يبقى في الغراويني في الغراوين اللي هي المسألة دي ما دي مسألتين في مسألة إما زوجة ماتت أو زوج مات فكل مسألة تبقى واحدة تبقى دي مسألتين اسمها الغراويني يسميان أيضا بالعمريتين لقضاء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فيهما بذلك وبالغريبتين لغرابتهما ومخالفتهما للقواعد وهما أب وأم وزوج أو زوجة اللي احنا شرحنا أب وأم وزوج أو زوجة ففي المسألة الأولى بأن ماتت الزوجة في المسألة الأولى عن أبيها وأمها وزوجها فللزوج النصف واحد لأنها من اثنين مخرج النصف وللأم ثلث الباقي وهو واحد فانكسرت على مخرج الثلث تضرب ثلاثة في اثنين بست فهي من ستة تصحيحا عشان ما يرش فيكسور وقيل تأصيلا لأن فيها نصفا وثلث الباقي فلزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب اثنان اللي احنا حلناه اثنين اثنين وواحد اثنين للأب واحد للأم وثلاثة للزوج وفي المسألة الثانية مات عن ابيه وامه وزوجته يبقى ايه دي المسألة الثانية اللي هي لما تبقى الزوجة هي اللي عايشه والزوج هو اللي مات فللزوجة الربع اللي احنا كنت بيناه الربع واحد لانها من اربعة مخرج الربع وللأم ثلث الباقي واحد وللأب اثنان واما السبع والتسع في مسائل العول فالاول ثلث عائل والثاني ثمن عائل مثال الاول زوج واخت شقيقة واخت لأب نشرح لك المسألة يعني ايه العول العول ان تلاقي الانصباء اكتر من الارث نفس يعني من الكسر نفس فتتطر يتقسم على كله ممكن تبللي دي بلتها طبعا ده صعب بقى اه لابيك مسح خلاص يبقى لحمة كويس خلينا في اللحم نشتغل في اللحم مسألة العول دي فيه سدس عائل اللي هي السدس العائل يعني سدس زايد عائل يعني زايد يعني بقى عالة يعني بايس اللي هي مسألة ايه زوج واخت شقيقة واخت شقيقة واخت لأب يعني ماتت امرأة سابت زوج واخت شقيقة واخت لأب دول الورا سابتوح ملقاش أبناء ملقاش حد تاني بيبس زوج هياخد النص كده بردو والاخت الشقيقة تاخد النص خلصت ودي هتاخد ايه المفروض بتاخد السدس تكملت السلوثين تكملت السلوثين واضح فعلشان هنا حصل السدس ده بقى ايه بقى عائل عليه عائل على دول فنروح مزودين وعلى كل ده بحيث ننقص من هنا ونقص من هنا عشان نجيب السدس ده فالسدس ده يصير صوبة بيهمت ازاي لو اعتبرنا ان المسألة اصلها من ايه من ست يبقى ده ياخد ثلاثة لو اصلها من ست ودي تاخد ثلاثة ولا المفروض ياخد واحد ثلاثة وثلاثة واحد يبقى كان سبعة يبقى ده هيصير صوبة يبقى كأننا هنخليها في الاخر يبقى ليسمي السدس العائل ده يصيره صوبة بسبب العائل ده بدل ما احنا قسمها على ستة احنا قسمها على سبعة يبقى حد ايه على سبعة بهمت المسألة فده السلس العائل تيجي بقى ايه لمسألة فين البشاورة اين ازهب طيب نيجي مسألة العائل اللي هو ايه السمن العائل بقى فيه سمن عائل ودي اللي حلاها سيدنا علي ارتجالا على المنبر وهو بيخطب واخد بقى دك يعني تعرض لفعله وهو بيخطب اه خلي دي خليها خليها علشان ايه يبقى له فاكرين يبقى دي على سبعة ايه وديت سمن العائل بقى السمن العائل اللي هي زوجة يعني ماتة وسبة زوجة وابوان وبنتان خلاص الزوجة بتاخد التن والابوان كل واحد ياخد سدس ليه عشان ليه بنات ليه فرع وارث والبنتين ياخدوا التلتين كده برضو تيجي تعدها خليها اربعة وعشرين نخليها من اربعة وعشرين يعني هنضرب في تلاتة تبقى الزوجة تاخد تلاتة كده وهنا تاخد اربعة كل اب ياخد اربعة الاب والام ده اربعة وده اربعة اربعة واربعة كام تمانية وتلاتة ادعاشر وهنا ياخده ستاشر يعني كل واحد ياخد تمانية فبيجمع بقى سبتاشر واربعة وسبعة اربعة وثلاتة سب يبقى سبعة وعشرين بقيت مش من اربعة وعشرين عالت يبقى ان السمع بدلا من اربعة وعشرين هتبقى من سبعة وعشرين فبقى ما تاخد تلاتة من سبعة وعشرين يبقى سارة سمع تسع تهمت بقى اشكرها سيدنا عمر قالها سيدنا علي فهو بيخطب الخب في وسط الخب واحد اطعه فقال له ماذا تقول في زوجة وابوان وبنتان قال يسير سمع الزوجة تسعا واكمل الخب يعني حلاله كده بالبديهة اه فمشهورة عشان كده سعيش سموها المنبرية يعني المسألة دي في المواريس الفؤانية دي بسموها المنبرية لان سيدنا علي قاله هو على المنبر ارتجالا فنيجي نقرأ هنا بقى ايه المسائل دي فقامت مسألة العول بقى هي العول على فكرة لو فقامت بالطريقة اللي اسهل طريقة لتشريع اللي شرح العول على فكرة ازاي انت تحلها وتقسمها على طول بتجمع الانصبة وتعدل الاصل يعني احنا بتدينا الاصل 24 وجمعنا اللي انهم بقت 27 نروح مقسمينها على 27 هو ده العول في طرق تانية تقعد بقى ايه تلففك وتدورك وتنسيك فالطريقة دي احسنين فهنا بيقول ايه وأما السبع والتسع في مسائل العول فالاول سدس عائل والثاني ثمن عائل مثال الاول اللي احنا كذبينه هنا مثال الاول للاب مثال الاول زوج واخت الشقيقة واخت الاب فللزوج ثلاثة وللاخت الشقيقة ثلاثة ويعال الاخت الاب بواحد لان لها السدس تكملة السلسين وهو وان كان سبعا في الحقيقة لكنه سدس عائل كما علمت ومثال الثاني زوجة وابوان وبنتان اللي الفور دي زوجة وابوان وبنتان فللبنتين الثلثان ستة عشر لانها من اربع وعشرين وللابوين السدسان ثمانية وللزوجة الثمن ثلاثة وهو وان كان تسعا في الحقيقة لان هذا يتمع على سبع وعشرين ثلاثة من سبع وعشرين تسع لكنه ثم عائل وتسمى المسألة دي المنبرية لان سيدنا علي سئل عنها وهو على المنبر بعد ان قال الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة فأجاب بقوله ارتجالا من غير تأمل صار ثمن المرأة تسعى على نفسه حتى ايه السجع بتاع الخطبة وكم الخطبته صار ثمن المرأة تسعى ومضى في خطبته وأما السدس الذي للجدة ولبنت الابن وهو مذكور في القرآن لأنه ذكر فيه السدس للأم قال تعالى فلأمه السدس فيصدق على السدس أنه مذكور في القرآن بقطع النظر عن مستحقه أما كان أما كان أو جدة أو بنت ابن قوله ستة إحنا قلناني الفرود في كتاب الله ستة خبر للفرود يبقى الفرود setة فجد أن يقول في كتاب ما عن FUR Line تبقى في كتاب الله هو مبتدى مقدم أو خبر مقدم مبتددا لا لأن خبر للفرود ولا يتوهم أن الخبر搞له في كتاب الله إلى اللهم أو لا تقول الفرود في كتاب الله الفرود تبقى مبتدى وفي كتاب الله تبقى خبرها انفعش لان فين الخبر ما الخبر يتم بالمعنى لكن في كتاب الله ده جر ومجرور متعلق بما سبق ولسه ما اكملش المعنى اكمل المعنى لما قالك ست تبدأ ولا خبر ولا يتوهم ان الخبر قوله في كتاب الله لانه متعلق بالمذكورة الواقعة صفة فالخبر هو ستة قوله لا يزاد عليها ولا ينقص منها الا لعارض كالعول ايوى الرد فانه زيد على الستة الفرق بين العول والرد ان العول نقصان والرد زيادة الرد يتبقى فيترد بالتعصيد انما العول يقل فيحصل نقصان فالفرق بين الرد والعول ان الرد بالزيادة والعول بالنقصان ايوى الرد فانه زيد على الستة السبع والتسع بالعول كذا قال الشارح وغيره والأولى إسقاطوا لما علمت من أن السبع سدس عائل والتسع ثمن عائل فلم يزد فرد على الستة ولا نقص فرد منها كل ده بيرد على الناس اللي قالوا إيه ليه تقول ستة ما عندنا السدس العائل بيبقى سبع وفي بالك وعندنا السمن بيبقى تسع ليه ما قلتش كمان السمن والتسع العائل والتسع قال لك لا ده دول أصلا يعني بسبب العول لكنهم مش منصوص على أنهم يبقوا بالتسع بالفردية يعني أيوا ما كله حين أسمع يتقسم لا ده الزوجة لا إن هي ده اللي حللت المسألة يعني ده رمز اللي حل المسألة رمز اللي حل المسألة لكن هو في العولة عموماً كل بينقص بس بينقص بنسبة إرسل مش بينقص كل حاجة كله بينقص بنسبة إرسل يعني أما سيدنا عمر سيدنا علي قالي التسع كأن دي أمارة إن تحلت المسألة مش معناة إن المسألة كلها هي التسع بس دي أمارة إنها تحلت المسألة خلاص فلم يزد فرد على الستة ولا نقص فرد منه وإنما هو رجع إلى مقدار المال فالعول نظير قلة المال والرد نظير كثرة المال وحق ذلك أن يذكر في تفسير كون الفروض مقدرة كما ذكره الشيخ الخطيب اللي هو خطيب الشربين فإن معنى كونها مقدرة أنه لا يزاد عليها ولا ينقص منها إلا لعارض عول أو رد فبالعول ينقص من قدرها وإن زيد في عددها والرد بالعكس قوله الستة هي إلى آخير للفرضيين يعني العلماء المواريث اسمهم الفرضيين في ذكر الفروض عبارات فقد يسلكون طريقة التدلي التدلي يعني يبتدي بالأعلى وينزل في النازل اللي يسموها إيه descending descending بالإنجليزي يعني لي النازل ها ها دي اسمها إيه التدلي وهي أن يذكر الكسر الأعلى أعلى كسر عندنا هو النص مع أن إيه التلتين أكتر بس النص على أساس منفرد إنما التلتين إيه أكتر لكنه على أكتر من واحد مش محدش بياخد تلتين لكن أكتر واحد ياخد حاجة هو النص وعلى شكال يحبوا يبتدوا بالنص وإن كانت الشيخ السبكي كان يحب يبتدي بالتلتين على أساس هو أول فرد ذكره الله في كتابه مش جول يوصيكم الله في أولادكم للذكر من صحاب للنسانين فإن كنا نسان فاقوة الثانين فلوما ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلا منص فربنا ابتدى بالتلتين فليه إحنا نبتدي بالنص ما نبتدي بالتلتين أحنا نحن نرأي الإمام السبكي يعني أخذ بالك ما أيوة نواحد يعني هو يقصد لما نيجي نشرح يبتدي بالتلتين الأول واشرح على أساس أن دعي وجهة نظر أنه هو ربنا ابتدى به لكن معظم علماء الفرود أو الفرديين يعني بيبتدوا بالنص من ناحية التدلي وأحيانا يبتدوا بالتصعب يبتدلك بالربع والثمن يبتدلك الثمن واخدلك وهجز وفيه التوسط اللي هي اللي أشرحها لك وهي أن يذكر الكسر الأعلى ثم يتدلى لما تحته كما صنع المصنف أنه قال النصف والربع إلى آخير وأخصر من عبارة المصنف أن تقول النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما يعني لما تمشي بطريقة التدلي وتكون أخصر حاجة هتقول النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما عشان تجيب كله ومثل عبارة المصنف أن تقول النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما وقد يسلكون طريقة الترق الترق اللي يلقيه الأسين دينجبا يعني من الأدنى للأعلى ده الترق وهي أن يذكر الكسر الأسفل ثم يترقى لما فوقه كأن تقول الثمن والثلث وضعفهما وضعف ضعفهما وقد يسلكون طريقة التوسط وهي أن يأتي الكسر الوسط ثم يصعد درجة وينزل درجة كأن تقول الربع والثلث وضعفه كل ونصفه كل دي التواصل علشان يحطها في الوسط ويطلع درجة وينزل درجة بايس نا أي طريقة إنه المهم تفهم هي كل الطرق دي محاولة بس فإنها تفاهم الناس فأي طريقة كله صح المهم أنت تفهم الطريقة اللي تفهمك هي دي الأرجح فاهم أنت الثلاث طرق يبقى كويس نختار بقى إيه الطريقة اللي هي تبقى فيها ذكر السلسان الأول علشان القرآن التدابيه مثلا لو رجحنا بالقرآن لأن النبي قال أبدأ بما بدأ به الله الصفا كلا برضو وقد يسلكون طريقة التوسط أي أن يأتي بالكسر الوسط ثم يصعد درجة وينزل درجة كانت كل الربع والسلس وضعف كل ونصف قوله هو النصف النصف بكسر النون وفتحها وضمها فهو مثلث إيه النون إبقى فيه ثلاث لغات إيه نصف ونصف ونصف يعني تبتح النون وتكسرها وضمها دي ثلاث لغات فيه لغة رابعة وهي نصيف تراغيف ولغة خامسة وهي نصف بلا فاء لغة العوام المصريين ولكا وديه نصف كده نصف من غير فاء كل دي يبقى فيها خمس لغات وهي المتداولة بين العوام وبدأ به المصنف كغيره لأنه أكبر كسر مفرد كلمة كسر مفرد دي مهم عشان يخرج السلثان فخرج بالمفرد السلثان فإنه وإن كان أكبر من النصف لكنه مثنى والمفرد أخف من المثنى وقال السكي وكنت أود أن يبدأوا بالسلثين لأن الله تعالى بدأ بهما ثم رأيت أبا النجاء والحسين بن عبد الواحد العراني بدأ بهما فأعجبني ذلك يعني شاف اتنين من علماء الفروض بدأوا بالسلثان فأعجب الإمام السبكي المسألة قوله هو الربع وهو هو وما بعده يجوز فيه الضم والسكون يعني تقوله الربع والربع ينفع تسكن الباء وينفع تضم الباء قوله قد يعبر الفرضيون عن ذلك بعبارة مختصرة وهي قد عرفت أنها عبارة عبارة من سلك طريقة التوسط وهي الأولى لأن خير الأمور التوسط أو قال لك الشيخ البيجوري يقول لك هي التوسط الأولى ليه لأن خير الأمور الوسط فأجاوب لك على إيه السؤال بتاعك وضع في كل أي كل من الربع والثلث فضع في الربع النصف وضع في الثلث السلثان لأن ضع في الشيء مثله وقوله ونصف كل أي من الربع والثلث فنصف الربع الثمن ونصف الثلث السلث قوله فالنصف إلى آخره لما فرغ من عد الفروض وبيانها شرع في بيان أصحابها والفاء واقع في جواب شرط مقدر فكأنه قال إذا أردت بيان أصحاب الفروض فأقول لك النصف قوله فرد خمسة أي كل واحد منهم كما هو ظاهر قوله البنت أي لقوله تعالى فإن كانت واحدة فلها النصف قرأت نفع فإن كانت واحدة في الضم فإن كانت فعلينا كانت تبقى تامة يعني لبمعنى إيه وجدت يعني لبمعنى معنىها وجدت فإن وجدت واحدة فإن كانت واحدة واحدة قرأتان فلها النصف وقوله وبنت الابن أي وإن سفل كبنت ابن ابن وهذا أولى من قول بعضهم وإن سفلت لأنه يشمل بنت بنت الابن مع أنها من ذوي الأرحام إلا أن يجاب بأن المراد وإن سفلت بتسفل أبيها يعني بإيه الدرجة يعني درجة الحفيد مش زي درجة الإيه الإبن والإبن مش زي درجة الأب وهكذا كل دي درجة أسفل من الإيه قوله وإذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها أي وعن من يسويها في الدرجة من البنات أو بنات الإبن واحدة أو أكثر وانفرد البنت الابن عن من يحجبها أو يعصبها من ولد الثلب أيضا وهو الابن أو البنت فخرج ما إذا كان مع كل منهما ذكر يعصبها كان يكون مع البنت ابن هو أخوها أو مع ابنت الابن ابن ابن سواء كان أخوها أو ابن عمها فإنه يعصبها فله الثلثان ولها الثلث مش هتقل ساعتها النصف يعصبها أخوها 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 تعصيب وبيخضوا علشان التعصيب وعلشان الذكر مستحظ الأنسة يعني لما يبقى ولد وبنت واحد مات وسايب ولد وبنت الولد هياخد التلتين والبنت والواحد علشان هي طب إفرد سايب ولد وخمس بنات حيبقى حيبقى خمسين ياخد خمسين كده برضو واحد سايب خمس بنات وأم هيبقى نصيب البنت زي نصيب الأم وهو ده في البنت والأم لأن الأم هتروح واخد السمن والبنات هتجي تتقسم تلاقي البنت برضو تاخد التمن زي أمها والإبن هياخد الربع تهم علشان كده ما ينفعش تقول بي أن السلسان بياخد واحد أو لا لين أخده عشان انفرد مع البنت تهم تهم فإن فله السلسان ولها السلس وما إذا كان مع البنت بنت أخرى أو أكثر أو مع بنت الابن بنت ابن أخرى أو أكثر فلهما أولهن السلسان أو لهن فلهما أو لهن فلهما لو كانوا اتنين يعني أو لهن لو كانوا أكثر من اتنين السلسان وما إذا كان مع بنت الابن ابن فإنه يحجبها لأن الابن سيحجب الحفيد لكن في القانون المصري سيورث الحفيد بالوصية الوجبة بس مش من أصحاب الفرود كانوا المصري بيقول الوصية الوجبة للحفيد لكن من حيث الفرود هو محبوب لو لا الوصية الوجبة اللي أخذ بها المشرع المصري أو بنت سل فإن لها معها السلس تكملة السلوتين قول والأخت من الأب والأم يبقى الأول البنت وبنت الابن وتالت واحدة بعد كده الأخت من الأب لكنه عبر بالأوضح وقول والأخت من الأب أي لقول تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك وأجمع لأن المراد بها الأخت الشقيقة والأخت من الأب بخلاف الأخت من الأم فإن لها السلس لقول تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد من هما السلس ده في الكلالة أي من أم أي من أم وله أخ أو أخت من أم كما في قراءة ابن مسعود يعني في قراءة ابن مسعود مصحف سيدنا عبد الله بن مسعود كان حطت فيه بعض التفسير كلمات تفسيرية فافتكروا أنها كلها قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود فقالوا ده إيه زيادة عنه لكن هو كان حط التفسير واضح فلما شافه مصحف سيدنا بن مسعود قاله يخالف المصحف العثماني لأنه فيه زيادات الزيادات دي كان حطتها تفسيرية وما كانش حطت فيه المعاوزات مش معنا كده أنه لا يعترف بقرآنياتها لا لأنها محفوظة مش محتاجة الكتب كل الناس حفظها فاختسر ولا ما يكتب عشان كده تهم مسعود عبد الله بن مسعود بل هي دعوات وليس القرآن كل ده تقول عسينا عبد الله بن مسعود زي أنت ما يبقى عندك مصحفك في البيت كده وكتب أنت معنى كلمة فوقيها يجي تورسه أنت يجي حفيله ويرسه ويفتكر أن معنى الكلمة دي جزء من المصحف تهمت بقى المسألة ما هو ده مصحفه الخاص هو كتبه النفس مخد مصحفك الخاص أنت كتب فيه اللي أنت عايد ها طب أنا لدي مصحف خاص تحط فيك كرات العشرة وكتب على هوامش وكتب معاني كل حاجة ومصحف بخط غير خط المطبعة ده كان زمان ما كانش فيه مطبعة فكان كل الخطوط تبقى كأنها واحدة فلما يجي يقرأ يفتكر أن كل ده في عصر العثماني حللنا الإشكال وإلا كنا نختلف على القرآن قولوا إذا فرد كل منهما عن زكر يعصبها أي وعن يسويها في الدرجة من الأخوات واحدة أو أكثر وعن يحجبها أو ينقصها من البنين والبنات فخرج ما إذا كان مع كل منهما اللي الأخت الشقيقة أو الأخت الأب يعني زكر يعصبها وأخوها ومثله الجد فإنه من منزلة الأخ فيعصبها أو كان مع كل منهما من يسويها أخت أو أكثر فلهما أو لهن الثلثان أو كان هناك ابن أو بنت فإنها تحجب تحجب بالابن وتكون عصبا مع البنت فتأخذ الباقي تعصيبا لا فردا هتأخذ الثلث تكملت الثلثين يعني قولوا الزوج إذا لم يكن معه ولد ده برض بيأخذ النص أي لقول تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وولد وولد الابن كولد الصلب في حجب الزوج من النصف إلى الربع إجماعا إما لصدق الولد به مجازا فيكون مأخوزا من الآية على هذا أو لقياسه عليه في ذلك بجامع الإرث والتعصيب فيكون بطريق القياس على هذا قوله إذا لم يكن معه ولد ذكرا كان أو أنسة يعني مولود ولد يعني مولود مش ولد يعني ذكرا يعني حتى لو بنت مرض حياة ذكرا كان أو أنسة أي أو خنسة وقوله ولا ولد ابن أي سواء كان ولد الابن ذكرا أو أنسة أو خنسة ولو قال إذا لم يكن معه فرع وارث لكان أخصر ولا فرق بين أن يكون الولد منه يعني من هذا الزوج أو لا من زوج قبله كما سيذكره الشارح فيما سيأتي وإنما لم يذكره هنا لأنه نكر في سياق النف فتعم فلا حاجة للتنبيه على التعميم بخلافه فيما سيأتي فأنه قد يتوهم التخصيص فلذلك احتاج للتعميم هناك ناخد الربع النهار كمان ولا كفاية عليكم ناخد الربع اتبع الميراث البول يعني الأخ أنسى هنديله نصيب ذكر ولا نصيب أنسى نشوفه بيابول من أي البول جاي من العدو الذكري نديله نصيب ذكر البول جاي من عدو الأنسى نديله نصيب واللي قفت كده على فكرة امرأة حكيمة في الجاهلية ثم جاء الشرع وأيد حكمه يعني اختلفوا في الجاهلية في واحدة خنثة أو واحد خنثة نورس ونعمل في الجاهلية قبل الإسلام فراحوا لإحدى النساء المشهورات بالحكمة في إحدى القبائل عرضوا عليها المسألة فقالت لهم اتبعوا الميراثة البول شوف البول بيخرج من أن يعود ويبقى الميراثة تابعوا جاء الشرع الشريف أيد هذه القائد واضح قوله أي الربع فرد الزوجة أي الواحدة وقوله والزوجتين زاده الشارح نظراً لظهر كلام المصنف أنه عبر بعد ذلك بالزوجات والمشهور أن أقل الجمع ثلاثة وإلا فقد يرد بالزوجات ما يشمل الزوجتين فيرد بالجمع ما فوق الواحدة وقد يشعر بذلك مقابلته بالزوجة الواحدة وقوله والزوجات فيشتركنا في الربع بالسوية ولو زدنا على أربع كما في نكاح الكفار نكاح الكفار كان ممكن يجوز أكثر من واحدة وفرر أنه مات قبل ما يجي النهي عن أنه يجمع بين أكثر من أربعة ومات يبقى أكثر من أربعة دول كلهم يشترك ورد فرد لأن أيام الكفار ما فيش حد للعبد الزوجات واليهودية لحد الواحد ديانة اليهودية الرجل يتزوج بلا حد عند اليهود والنصارى ممنوع جوز لوحد والمسلمين توصف أربعة كويس أكثر من أربعة لا ولو ملك اليمين ما شاء لكن اليهود لحد ديانتهم معروفة يجوز إن شاء الله يجوز مية ديانتهم ما تمنعوش أو شريعة يعني بس هي شريعة منسوخة بديننا زي في السكر برضو الخمر عندنا نقطة منها حرام كده برضو لو نقطة حرام لو نقطة وعت على كباية مية كده ترمي المية دي كلها شربه بأنك لو شربتها مش حاجر لك حاج ده نقطة زي البول كأننا نجست بايس يبقى لكن عند المسيحيين لا هلال طالما لا يصل لحد الإسكار الحرام السكر مش الشرب في دينتهم حرام السكر مش الشرب واضح ده عندهم واليهودية بيدعوا أنهم يحل لهم أنهم حتى يذكر حتى السكر يعني يشرب لحدهم يذكر عاج ما يبقاش عاصي على شريعته الفزدة وهو شريعته متلعب فيها برضو تقول بلك أن الخمر حرام في كل الديانات لكن أنا نتكلم عن الشرائع البقية اللي يحكموا ونفسهم بها لأنهم برضو تلعبوا في شرائعهم في شرائعهم اللي هم في إيديهم الوقتي للمسيحيين ليه يشرب الخمرة طالما ما سكرش لا يأس ده الخنزير بقى تأكل لو تشبع مش مشكلة عنده لكن احنا بنتكلم بنتكلم في الخمر الخمر مقيدينها بأنك تشرب أدنى من السكر تبقى كده عادي ما يجراش حاجة تشرب وتخش الكنيسة عادي تدعي وتبقى ما فيش مشكلة يعني لكن اليهودي اشرب واسكر فينا ما يجراش حاجة المصريين المسلمين حرام كله واخد بالك ازاي ما أذكر كثيره ما كان ملء الفرق منه يذكر فملء الكف منه حرام والفرق البرميل يعني لو شربت برميل 16 رطل يعني برميل تذكر في 16 رطل وده مستحيل واحد يستحمل 16 رطل يبقى ملء الكف منه حرام دي يمت بقى احنا الوقت عملنا معاهدة ومضيناها سنة 1850 ان مفيش رق والمسلمون عند عقودهم وعند شروطه فاللي يروح يشتري بقى وانطج بيخالف العقود وربنا يقول اوفو بالعقود والشرع الشريف يحس على ان ما يبقى شفي رقيق واضح فاللي يروح الوقت بعد هذه المعادلة 1850 لنهاء الرق في العالم ويجي يشتري ويقول لك ما الوقت في ناس بتبيع نفسان مال لانا زنب ايه لا زنبك انك انت بتخالف العهود والمواصيق اللي احنا مضينا عليها وابائك مضوا عليها واحنا ماملين بأوفو بالعقود كده برده واوفو بالعهد ان العهد كان مسؤول اهلا واشتراها بنية ان يحررها هي اصلا بتبع نفسها الفقرها فهو بقى مش هيشتريها يديها يغنيها وخلاص لانهم اصلا بيبع نفسهم الفقر بسبب الفقر حرام المسلمين ان هما يضربوا الرقة على احد حرام الا بالحرب الاسلامية اللي هي حاليا مش موجودة بالغزو يعني لما تأخذوا بلاد كفار وتأثر منهم يبقى دور يبقى عليهم الرقة وامور بقى في الحالة دي انك انت تحسن اليهم وتأكلهم مما تأكل وتقسيهم مما تقسى وتربيهم احسن تربية وتعملهم احسن معاملة وكل ما تيجي تحلف وتحنس تفك رقبة عشان في الاخر كمان يبقى احرار يعني الشرع الشريف اصلا حريص على ايه على فك الرقبة قول وهو اي الربع فرد الزوجة اي الواحدة والزوجات فيشتركنا في الربع بالسوية ما عدم الولد او ولد لابن اي لقول تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد وولد لابن كالولد اجماعا كما مر واو هنا بمعنى الواو لانها بعد النفي فان او بعد النفي بمعنى الواو دي قعدة لطيفة تعملها كده برواز كده في وسط الكتاب قعدة لطيفة ان او لما تيجي بعد نفي تحملها بمعنى الواو مش التخيير يعني ده ايه التشريك في الحكم وليس التخيير قوله والافصح في الزوجة حسف التاء فيقال فيها زوج ويجمع على ازواج وبه جاء القرآن في قوله ولكم نصف ما ترك ازواجكم اي زوجاتكم والثمن ثمن بقى نقوله لان اذا فرد واحدة بس نعف على السلوثات خلط والثمن فرد الزوجة اي الواحدة وقول والزوجتين يأتي فيما مر قريبا وقول والزوجات اي ولو زدنا على الاربع كما تقدم في نكاح الكاف قول مع الولد او ولد لابن اي لقوله تعالى فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم وولد لابن كالولد اجماعا كما تقدم ويبنوا وفنا على ايه ويشتركنا كلهن في الثمن اي بالسوية ونقف على قوله والثلثان فرد اربعة ان شاء الله يوم الاثنين القادم باذن الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد والله الى الان نستغفرك اتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ممنوع تحضر درس المواريس وانت مش حافظ الثلاث آيات بتوع صورة النساء احنا كمان بنسهل عليكم نقولوك ثلاث آيات بس كان مشيخنا يقول لنا ما تحضرش المواريس لما تحفظ صورة النساء كم لكن احنا بنسهل عليكم واخد بالك لان العلم بيقبط بالتدريج جيل عن جيل كده فعلى الاقل يحفظ الثلاث آيات دول آي احداشر وآي اتناشر وآخر آي لكن لو انت جدع يحفظ صورة النساء كلها ولو انت اجدع يحفظ الكرآن كله هنتي جدري الزين وانت مش خاتم الكرآن حفظ تبقى دين ايه بقى عمة ايه دي وهو اللبس عمة ده لازم يحفظ الكرآن وإلا احنا نقلعو العمة خد بال سبحانك اللهم وبحمدك نشهر اننا نستغفر وصلي لهم وسلم وبرك على فن محمد وعلى آله وبذلكم الله خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر